أصدرت وزارة التجارة التركية بياناً أعلنت فيه تعليق جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل مضيفة أن هذه الإجراءات ستظل سرية حتى تسمح إسرائيل بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية إلى غزة من جانبه انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي قرار تركيا مضيفاً أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى ووفقاً لمكتب الإحصاء التركي فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في عام 2023 و76% منها صادرات تركية إلى إسرائيل وبعد القرار التركي قالت أربعة مصادر في قطاع التصدير إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات كبيرة من إسرائيل يدرسون سبولاً بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية ترجمة نانسي قنقر